تركيا للشيخ يعين قصي الفواز رئيسا للاتحاد السعودي للشطرنج والباطن يضرب موعدا مع النصر والشباب أمام الاتحاد في ربع نهائي كأس الملك والأهل يتعاقد مع المحترف التونسي محمد بن عمر النشرة الرياضية أهلا بكم أصدر رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية تركيا للشيخ قرارا يقضي بتعين الأستاذ قصي الفواز رئيسا للاتحاد السعودي للشطرنج وسيباشر قصي الفواز مهام منصبه الجديد اعتبارا من تاريخ إصدار القرار الجديد هو بالذكر أن رئيس الاتحاد السابق هو الأمير تركي بن ميقرم بن عبد العزيز والذي استقال في ديسمبر الماضية أكد المدير الفني للمنتخب السعودي بيتسي بأن معسكر الأخضر الحالي كان للتعرف على اللاعبين ومعرفة إمكانياتهم مضيفا بأن المعسكر المقبل سيشهد مباريات ودية شكرا لكم على اللاعبين كانت خبرة جيدة جدا ونحن سعداء جدا لأن اللاعبين كانوا كلهم معنا وقدرنا نتعرف عليهم وكانت خبرة كبيرة وخبرة واسعة جدا وإن شاء الله كمان في المعسكر الثاني حتكون خبرتنا نفس الشي ويكون معنا لعيبة أكتر أكيد حنكون على تواصل وحنحضر جميع اللاعبين في الدوري سعود أكيد المعسكر الأول كان للتعرف على اللاعبين يتعرف على طريقة لعبهم احتياجاتهم إمكانياتهم وطغاتهم فلذلك فضلنا بأول معسكر ما يكون في مباراة ودية وإن شاء الله في المعسكر الثاني حيكون في مباراة ودية بالنسبة لنا إطاقات وإمكانيات اللاعبين هي إطاقات عالية وعندهم استحواس كبير للكرة وبيلعبوا بطريقة جيدة جدا فشرحنا لهم أفكارنا وطريقة لعبنا فإن شاء الله هلنا حيتقبلوها وحيتعلموا مننا ونحن نسفيد منهم كمان إن شاء الله أكيد نحن بنعرف عن عن النقص في الهجوم اللي عنا في المنتخب ولكن باعتبارنا كل اللاعبين الموجودين حيكون إن شاء الله الأبواب مفتوحة إلهم حيكونوا معنا ونحن حنقدر الموبايلات الدوري كلها وحنطلع على كل اللاعبين وعلى كل المهاجم أكيد الكواج عبي رجع بيقول أنه كل اللاعبين الموجودين واللي بيستطيعوا بأنه يلعبوا حيكونوا معنا ونحن ندعي لكل مش معناتا أنه أول قائمة أول قائمة لعبين في المعسكر هنا حاليكونوا في كأس العالم قام نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركيا الفيصل بابتتاح منشأة هجر الجديدة ويشأم للمشروع منشأة نادي هجر كل من الملعب الرياضي والمدرجات المكشوفة إضافة للملاعب الخارجية وصالة المسبح والصالة الرياضية والمسجد ومبنى الخدمات حيث أقيم هذا المشروع على مساحة قدرها 80 ألف بطر مكعب من جنبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركيا الفيصل أن هذه المنشأة مكرمة من خادم الحرمين الشريفين لأهل الأحساء هذه المنشآت ما هي إلا مكرمة من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين لأهل الأحساء ومواثلة طبعا بجميع مناطق المملكة الأخرى وإن شاء الله لنا طموح المشاريع القادمة أنها تضيف إلى المناطق الأخرى إن شاء الله وأهم شيء من ناحيةنا كهيئة الرياضة أنها تستغل أتم وجه لشباب وأهل المنطقة في استغلالها بالطريقة الصحيحة كما ذكر سمو الأمير أن الهدف منها هو إن شاء الله في القريب أننا نفرح بإنجازات أبطال هذه المنشأة في المحافر الدولية كشف موقع الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عن قائمة أقوى دوريات العالم لعام 2017 والتي جاء فيها الدور السعودي ضمن أفضل ثلاثين دوري حول العالم وحل الدور السعودي في المركز التاسع والعشرين عالميا متفوقا بذلك على الكثير من الدوريات الأوروبية والأمريكية كما جاء في المرتبة الثانية آسياويا وبفارق بسيط على الدور الكوري الجنوب صاحب المركز الأول وعلى المستوى العربي جاء الدور التونسي في طليعة الدوريات العربية حيث احتل المركز الرابع والعشرين على العالم وجاء الدور السعودي ثانيا والمصري ثالثا التشكيك والانتقادات دائما ما تطول الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء وذلك عندما ينتسب أي إنجاز للأندية أو المنتخبات مع كل إعلان للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عن فوز فريق أو منتخب أو حتى مسابقة محلية إلا ويظهر على الصط عدة أقوال عن شرعية هذا الاتحاد والذي يعلن استقلاليته في ظل عدم ظهور أي جهة رسمية تتبناه أو يندرج تحت مضلتها مما يتسبب في كثرة الحديث حول الاتحاد والجدل بين الجماهير الرياضية بين مؤيد ومعارض اتحاد التاريخ والإحصاء يعد اتحادا مستقلا عن الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا يعمل تحت مظلة الفيفا لكنه بحسب تصريحات مسؤوليه هناك تعاون مع الفيفا بصفة دائمة التشكيك والانتقادات ليست على المستوى المحلي بل وصلت إلى المستوى العربي والخليجي وذلك بسبب التعصب الرياضي في المنطقة وتعاطف بعض المشجعين مع ناد على حساب الأندية المنافسة أخيرا يبقى أي إنجاز من هذا الاتحاد أو غيره يسجل باسم الوطن وإن طاله التشكيك ويبقى المعيار الرقمي هو المعتمد والذي تقف عنده أي أحاديث أخرى أكد عضو لجلة المستبقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عبد المجيد المنصور عبر اتصال هاتفي في نشرة سابقة بأن تصنيف الدوريات مرتبط ارتباط وثيق بتصنيف الأندية عالميا حسب ترتيبها طبعا في الحصائية الأخيرة اللي نشرها الاتحاد اللي كانت عن عام 2017 الدوري السعودي الحمد لله كان في ترتيبها 29 بالنسبة لأقوى الدوريات حول العالم وكان الثاني على قارة آسيا بعد الدوري الكوري بالنسبة لتصنيف أقوى الدوريات في العالم مرتبط ارتباط كله بتصنيف الأندية عالميا حسب ترتيبها فراح نتكلم وشيء عن تصنيف الأندية اللي بناء عليه يبنى تصنيف أقوى الدوريات بالنسبة للأنية يعتمد الاتحاد على نتائج الأندية في بطولات الدوري الرئيسية وفي بطولات الكأس الرئيسية في الدولة وفي البطولات القارية سواء كان يشارك في دوري أبطال آسيا مثلا في سعودية وفي كأس الاتحاد الآسيوي وايضا بطولة كأس العالم السابعة للشفاء بالنسبة للدوريات والكؤوس المحلية قسم الاتحاد الدولي بطريق لحصاء الدول إلى أربع مستويات من ليفل وين إلى ليفل فور بناء على قوة الدوري ومنح نقاط لكل مستوى الدوري السعودي كان في المستوى الثالث اللي هو أقوى المستوى الرابع الدوري السعودي جاء في المستوى اللي بعدها المستوى الثالث فبالتالي في الدوري كل فوز يحقق النادي في الدوري يمنح ثلاث نقاط وكل تعادل نقطة ونص وبالنسبة للكأس كل فوز يمنح ثمان نقاط وكل تعادل أربع نقاط طبعا نتائج الكأس يبدأ من دور السطع عشر يبدأ الحساب من دور السطع عشر لضمان المساواة بين كل دول العالم حيث أن بعض الدول الكأس فيها يبدأ من دور السطع عشر بعدها بعضها من دور السمين ثلاثي وإذا كان كاس بنظام الذهاب ولياب سأخذ النتيجة الإجمالية تأهل الشباب لدور الثمانية من بطولة كاس خادم الحرامين الشريفين بعد الفوز الذي حققه على الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف جاء ذلك في المباراة التي يقيمت على ملعب الساد الأمير فيصل بن فهد في الرياض وتقدم الخليج أولا عن طريق متعب النجراني قبل أن يدرك الشباب التعادل بواسطة ناعب الخليج يوسف خميس بالخطأ في مرماه وأضف محمد بن يطو الهدف الثاني قبل أن يعزز هتامبا هبري النتيجة بتسجيله للهدف الثالث وبهذه النتيجة تأهل الشباب لمواجهة فريق الاتحاد في ربع نهائي البطولة كما نجح نادي الباطن في التآهل إلى ذات الدور وذلك بعد فوزه على الضمك بثنائية نظيفة جاء ذلك في المباراة التي أجريت على ملعب نادي الباطن وافتتح جولهرام التسجيل للفريق المضيف في الدقيقة الثامنة والثلاثين قبل أن يضيب تسلف الهدف الثالي بعد دقيقة واحدة وبهذا الفوز يواجه الباطن النصر في دوري ربع نهائي من المسابقة أنهد إدارة الأهل الاتفاق رسميا مع التونسي محمد أمي بن عمر للانتقال حتى نهاية الموسم الحالي بنظام الإعارة وجرى اليوم توقيع عقد إعارة اللاعب بحضور مدير الاحتراف بالنادي الأهل الأستاذ أحمد بامعوضة ويلعب بن عمر في مركز المحور الدفاعي وشارك مع النجم الساحلي في أربعة وثلاثين مباراة في البطولات المحلية والإفريقية فيما مثل المنتخب التونسي في ثلاثة عشر مباراة دولية هذا وتقرر أن يصل بن عمر غدا الجمعة لإكمال إجراءات التوقيع ومن جانبه شكر نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهل الدكتور طارق كيال إدارة النصر ممثلة بالرئيس سلمان المالك والذي انسحب من التفاوض عندما علم بمفاوضة الأهل له وأكد أن علاقة الأهل مع النصر وبقية الأندية السعودية مبنية على الاحترام والتقدير شهد موقع التواصل اجتماع تويتر تفاعلا كبيرا من قبل الجماهير الأهلاوية والتي تفاعلت بدورها مع قبر انتقال اللعب التونسي محمد أمين بن عمر وذلك عبر هاشتاك بن عمر أهلاوي معبرين عن سعادتهم بهذه السبقة والتي شهدت صراعا كبيرا بين العديد من الأندية سجلت حملة إدعم نديك رقما جديدا في اشتراكات الجماهير الداعمة لأديتها حيث وصل عدد المشتركين حتى الآن أكثر من 134 ألف مشتركة وظلت المراكز الأولى في القائمة من نصيب الأندية الكبيرة واستمر الهلال في الصدارة يليه النصر والاتحاد ثالثا ثم الأهل رابعا ثم الشباب خامسا ولم يشهد الجدول أن يتراجع للاشتراكات جددت إدارة نادي النصر عقد عدد من لاعبيها وذلك في إطار مساعيها للمحافظة على مكتسبات الفريق للمرحلة المقبلة حيث نجحت إدارة النادي برئاسة سلمان المالك في التمديد مع لاعب خط الوسط أحمد الفريدي لمدته موسمين ومدافع الفريق بروني أوفيني لمدة عام إضافي كما وقعت الإدارة مع اللاعب الشاب عبد الرحمن الشنار واللاعب نواف الفرشال لمدة أربعة سنوات وكشف النادي أن عضو الشرف الدعم هو من تكفل بتجديد عقدي اللاعبين الفريدي وبروني أوفيني وذلك دعما لإدارة النادي حتى هذه المرحلة الهامة النشرة الرياضية مستمرة وفيها بعد الفاصل زيدان يؤكد أنه يتحمل مسؤولية خروج ريال مدريد من كأس إسبانيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر